تناقلت مختلف وسائل إعلام الكويتي العديد من الأخبار الخاصة بالأزمة الصحية اللي مرت فيها البلاد وأيضاً العالم كله متمثلة بأزمة كورونا منها أخبار سلبية وأخرى إيجابية وكذلك واكبة الأزمة لإشاعات الكثيرة وطريقة تعاملها معها أكيد تختلف من جهة لأخرى والآن راح نشوف اليوشتون الجهات الرسمية تعاملت مع هذه الأخبار بالشكل الصحيح من خلال حوارنا القادم راح نبحث عن طرق التعامل لإعلام الكويتي مع هذه الأزمة اللي هي أزمة كورونا مع ضيفنا المستشار الإعلامي حسين ملعلي مسي عليك بالخير سيد حسين حياتك الله معنا في كويت اليوم حيات أهلاً بك ولمشاهدي قناة المجلس فالتحية وبداية أقول إن شاء الله اشتدي أزمة وتنفرجي إن شاء الله يا ربي بإذن الله اليوم في البداية أكيد ودنا نعرف من خلال خبرتك أكيد سيد حسين طريقة تعامل الإعلام الكويتي مع أزمة كورونا بما أنها فلشت مع بداية السنة ونحن الآن على أبواب نهاية هذه السنة تعامل الإعلام الكويتي مع أزمة كورونا اللهم أمين تنتهي هذه الأزمة أهم أمين وتزول هذه الغمة أمين عن هذه الأمة أهم أمين إن شاء الله والواقع الجهاز الإعلامي في الكويت دائماً يتابع كل الأحداث والتطورات وخصصة عندنا نحن بالكويتيني عندنا موضوع الفزعة الفزعة الكويتية وشاهدنا هذا الشيء على الطبيعة شاهدنا كل أبناء الكويت والمقيمين كلهم وجهوا واهتمامهم لهذه الأزمة أزمة أو جائحة كورونا فلله الحمد نعم تعاملنا معها والجهاز الإعلامي وكل قطاعات الدولة تعامل مع هذه الجائحة وإن شاء الله تزول إن شاء الله عادة في مثل هذه الأمور خصوصاً ما يكون في أزمة أو خنقل جائحة عالمية الناس تكون في حالة قلق وتوتر وهلع ويبحثون دائماً عن مصدر إنه يخفف عنهم هذه الاضطرابات والمشاعر السلبية اللي يمرون فيها أشوف تعامل الإعلام الكويتي مع هذه الأزمة فعلاً خفف من السلبية وخفف من الهلع والخوف يعني كان فيه مصدر واحد للمعلومة نعم فعلاً يعني نحن عشان نطمن الناس أي شيء يأتي إليك جديداً في بداية تخاف منه ما تعرفه فكان الناس فيه رعب وخوف ولكن لله الحمد تمكننا من التعامل مع هذه الجائحة وبدأ الناس تتفاعل مع هذا الحدث والكل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة وتبدأ إن شاء الله تنحسر تدريجياً وها هي الآن فعلاً بدأ الناس تطمئن إلى أن هذا إن شاء الله سيزول في القريب العاجل اللهم أمين إن شاء الله ما نتقل السنة اليديدة اللي نحن متفائلين إن شاء الله وفعلاً يكون فيه لقاح والناس تتطمئن وترجع لي حياتها الطبيعية الآن بما نحن ذكرنا طريقة تعامل الإعلام الكويتي سيد حسين في هذه الأزمة وطريقة إدارته للإعلام بشكل عام وأنه يصدر الأخبار الصحيحة ودائماً كان يحرص في الفترة التي طافت كلها أن أخذوا المعلومة من المصدر الصحيح تأكدوا من المعلومة لا تنشروا الإشاعات فهذا كان واضح عندنا والإعلام الكويتي لكن اليوم ودي أخذ رأيك هل يشوف الإعلام الخليج وأيضاً العالمي تعامل مع هذه الأزمة بشكل جيد بحيث أنه يخفف بعض الأمور السلبية سواء من تداول الإشاعات أو الأخبار السلبية ونشر الهلأ والخوف بين الناس نعم أنا كما ذكرت في البداية أنه كل شيء جديد يأتيك الإنسان ما تعرفه فتبدأ متخوف منه ولكن حتى تتأقلم مع الأجواء لابد أن يكون تتعامل أيضاً من خلال وسائل الإعلام فوسائل الإعلام لله الحمد صلطت ضوء تماماً خاصة عندنا في الكويتيني من خلال يعني ظهور الدكتور عبدالله السند من وزارة الصحة المسؤولين فكانوا يعطون نوع من الإطمئنال للناس والناس بدأت أيضاً تتفاعل مع هذا الحدث والحمد لله يعني مثل ما الآن قاعد يمر الوقت وإن شاء الله نقضي على هذه الظاهرة بإذن الله يا رب بالإرادة والصبر وإن شاء الله إن شاء الله تكون أيام بس نتذكرها يعني الآن نحن أيام قاعد نعيش نعيش فيها تبقى ذكريات أي وائد ناس تقول متب نخلص وعاشوا دائماً بالتليفون يعني حياتهم صارت كلها بالتليفون ينطرون خبر يندز لهم سواء كان إيجابي ولا سلبي والشائعات لعبت دور هذا الحسين في الفترة التي طافت أي خبر أو شخص يسمع معلومة من شخص قاعد يداولها بسرعة البرق من خلال كبسة زر فاليوم الإشاعات كثرة تلعب دور أنه هي يا أنه تخلي الوضع يكون أسوأ أو أنه نحن نعول على وعي المجتمع أنه إذا وصلتك إشاعة توقف عندك وخلاص اليوم طريقة التعامل مع الإشاعات في ظل الوسائل المتنوعة لانتقال المعلومة شنون شفتها والتعامل معها؟ والله يعني إذا كان إنسان عنده وعي وبعد نظر لا يطلع إلى هذه الأشياء التي يقول بعض عنها وهو لا يعرف عنها شيء مثل أحد يقولك والله اليوم حصل كذا كذا يضيف يعني بحرات يضع نعمل بحرات مثل ما نقول على هذا الموضوع هو لا يعرف عنها شيء إذن عليه أن يتصل بالجهة الرسمية وأن يتابع هذا الموضوع من خلال وسائل الإعلام الرسمية يعني لو جاك الآن خبر وقاله وكذا الناس خلاص تأخذها بسرعة ولكن حتى تطمئن أتصل بالجهة المعنية أو الرسمية تعطيني هي مثل ما يقولون الناطق الرسمي يطمئني على هذا الحدث أو هذا الخبر فالناس دائما يعني مع الإشاعة يعني ما يعرف يعني يجهل هذا الشيء فقلت في كل شيء في بدايته الناس تخوف منه حتى الطفل لما يأتي إلى الحياة يبكي لماذا يبكي؟ يعني أنا جاء إلى مجهول لا يعرف شيء يحصل فمع مرور الوقت يتأقلم وهذا الإنسان دائما يعني يمشي مع الظرف اللي هو يعيشه بس يأتي إلى الجهة الرسمية الجهة اللي طمئنة على الحدث فيطمئن ويكون مرتاح البال نعم ما شاء الله ساذة حسين خبرتك الكبيرة في هذا المجال وعاصرت العديد من الأجيال وتنوعه وترى حتى ردود الأفعال من جيل لي جيل نعم فأول اختلفوا عن الحين طريقة تفاعلهم مع الخبر وين يدورون على المعلومة ذكرنا قبل شوي الجهاز هذا صغير بحجمه لكن فيه وايد أمور تخلينا يعني نطلع على أخبار العالم شكل سريع نعم تغيروا الناس عن أول أكيد كل زمان له دولة ورجال كان الناس الأول دائما عندهم بعد نظر يعني ما يتفاعلون فالآن صرعة الشباب بسرعة يعني ممكن يخاف ممكن يده ولكن أنا أقول مدام فيه وسائل إعلام رسمية تطمئن الإنسان هذا أو تطمئن إليه فعليه أن يتبعها لا أن يتفاعل بسرعة على حدث وهو لا يعرف شنو مصدره أو كذا يعني قلت لك من وسائل خلال وسائل الإعلام مثل هذه البرامج دوعوية يعني الآن أنت في هذا البرنامج نصلط الضوء على الحدث ونطمئن الناس ونقول الحمد لله ما يكون شيء إن شاء الله في يوم الأيام سينتهي كما جاء في يوم الأيام أشياء ومرت علينا يعني مرت سنين على مناسبات كل مئة سنة كان أيضا يأتي حدث يخوف العالم فالآن هذه السنة جاءنا شيء فعلا بس هذا ومخوف هذا فكك العالم تماما حرم الناس في أفراحها حرم الناس من زيارات دواوين حرم أشياء كثيرة ولكن أقول إن شاء الله ستزول إن شاء الله هذه اشتدي أزمة وتنفرجي إن شاء الله هل في السابق كانوا يصدقون الإشاعة أسرع أم اليوم وتشوف الناس يصدقون كل شيء طبعا الحين أنت عندك وسائل الاتصال السريعة الآن عندك الناس يددك واتساب يعطيك خبر يوصل حق ألف واحد على طول مجرد زر أو لمس هذا ينشر الخبر بسرعة لو لا الناس ما عندها أجهزة ما عندهم وسائل الاتصال كان يسمعونها ولكن يعني صدقونها أسرع ولا ما يصدقونها أسرع أول لما أنهم ما عندهم الوسائل لا لا ما يسرعون لأنهم عندهم وعي وبعد نظر خاصة كبار السن آبائنا واجدادنا كانوا ومليطمئنونا يعني كانوا ناس لكن الآن صرعت الشبع مثل ما نقول كل الزمان له دوله ورجال حتى الكبار تأثروا سيد حسين بالتليفونات والمواقع وفي بعض الاحسابات اللي خذت الدور أنه إيه تابعي يكون عندها السبق الصحفي إيه تابعي تنقل الخبر أول تابعي تنشره أول فصار حتى ما يكون دقة إذا كان هذا الخبر صحيح ولا لا ما يفرق معهم الناس يقول أنا بنشر المهم أنه أنا أنشر أول يعني يهمهم من الانتشار أكثر من صحة المعلومة نعم السباق السباق فعلا السباق عشان هو يقول طالما موجود عندي بالتليفون أو بالأجهزة من خلال التلفاز أو الشغلات هذه اللي يمكننا تابعها وأعرف مصدرها يعني الصحيح فأتبع كما يقول يعني يقولون وكانت يقولون يكثرهم يجب أن لا نصطي لها هذه الوسائل اللي وكانت يقولون ما لازم نتبعها لأنها قد تؤثر عليك يعني سلبا ففيه هناك مصادر الآن أصبحت وسرعة نقل الخبر التبع بطريقة صحيحة من خلال وسائل الإعلام الموجودة الرسمية السابق يمكن أذكرك بأمور يمكن هالجيل رح يذكرها أخبار جهينة وكان فيه برامج مختصة فقط أن هي تقولي الأخبار فكان المصدر واحد وموثوق فيه لأنه يدرون أن المعلومة ستطلع من الشخص الصح أو من البرنامج الصح الآن كثرت الوسائل وكثرت البرامج هل تشوف اليوم أن الاعتماد طار على الإعلام الرسمي أكثر أن الناس تأخذ المعلومة ولا لجأوا الآن لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر يقولوا والله هني أسرع لأن أنا إذا أبحث إذا الخبر صحيح ولا لا هدوش مثلا أي موقع أيهو كان الحين تحس أنه عنده مصداقية أكثر عند الناس أنا أرجع وأقول وكالة الأنباء الكويتية مثل عندنا الآن كونة كونة صح هذه رسمية تتبع الدولة جهاز الدولة عندنا التلفزيون مثلا المجلس مدعاية المجلس لا أقول يعني هذه أشياء كلها مصادر تعتبر رسمية لأن هناك من يغذيها بطريقة صحيحة وسليمة لكن هناك بعض الأجهزة لا مجرد حطينها للترفيه صح فأنا علي أن أتبع أو أتابع الجهاز الرسمي اللي ينقل لي الخبر الصحيح ليطمئني قلبي عن الحدث يعني ممكن يجي العين واحد وقولك والله في مكلف لاني كذا كذا حصل حدث مش هقعد روح أنا أصدق هذا الشيء طالما في وسائل توصلني إلى الجهة الرسمية اللي تطمن تطمئني قلبي وصلنا حق هذا الوعي سيد حسين يعني شوف المجتمع واعي مثل هذه الأمور يدري أنه والله أنا إذا وصلني الخبر لا أكون مصدر لانتشار هذه الإشاعة ولا هذه المعلومة قبل لا أتأكد منها ولا تشوف لحد الحين الناس ما أخذهم الموضوع أنه لا والله أنا وصلني خلد الزحق اللي عندي اللي لستة كاملة واللي يبي يتأكد من الخبر وهو بروح يتأكد يعني الناس صار ما يبي تحمل مسؤولية اللي يبي يتأكد من اللي دزيتها وهو بروح يتأكد لكنه هو قاعد يرفع عن نفس المسؤولية طيب ليش يوقع نفسه أو يقع نفسه تحت طائلة القانون ليش؟ طيب أنقل الخبر صحيح حتى لا أجيب لنفسي مشكلة يعني ممكن أن أذيع خبر أو أشيع خبر وبالتالي يرجع عليه عكس أتابع أو أتبع الخبر صحيح من مصدره وأنشره بطريقة سليمة حتى لا أقع تحت طائلة القانون لأن هذا فعلا إذا كان خبر مؤلم خبر يأثر على المجتمع لأن الدولة ستتابعها أكيد لا ستتركها فبالتالي يضع نفسها تحت طائلة القانون فإذا نحن في الآن وسائل إعلام رسمية موجودة عندنا وعندنا الله الحمد يعني تفاعلنا مع الحدث لجائحة كورونا كم صار له تقريب قريب السنة أكثر من أكثر إن شاء الله مع نهاية السنة تنتهي والآن يقولون على أن هناك كلمة يقولون هذا يقولون بس زينة هذا اللي يقولون زينة بشرة خير إن شاء الله سيكون هناك لقاح وأكيد إن شاء الله سيأتي معقدة الدراسات والوعي الموجود عند الأطباء وهذا أكيد إن شاء الله يأتي هذا اللقاح ويقبي على هذه الجائحة و إن شاء الله تعود الأمور إلى ما كانت عليه و الناس متشوقة متشوقة حق اللقاءات حق الزيارات حياة طبيعية نبي الحياة طبيعية نعم أكيد ما فيه الإنسان يعني نحن عشنا فترة هذه مثل جائحة الكورونا مؤلمة جدا لا تقدر تزور بيت أهلك لا تقدر تروح الدواوين كلها محجوز في البيت فإن شاء الله خلاص إن شاء الله فنشرق الشمس من جديد إن شاء الله بالصحة و العافية سيد حسين يمكن الآن حتى الجيل الشباب تغير عن قبل و نحن ندري كل جيلي يقول إحنا جيلنا أحسن جيل لا نقدر نعترض على هذا الشيء والجيل الآن الحالي بشبابه و مراهقينه عندنا هو الجيل الأفضل لأنه عنده كل الوسائل لتهل حياته ما فرق عليه وائد الحياة إحنا يمكن فرقة علينا الحياة لأننا من الأجيال اللي نحب اللمة و متعودين نسوي كل شيء بيدنا ونطلع لقنا هذا الجيل تعود على وسائل التواصل الاجتماعي بوجهة نظرك وجود مثل هذه الوسائل سهلت علينا الحياة في أزمة كورونا التواصل بيننا و بين بعض ما نحسين نفسنا مقطوعين أول يعني يالله ده فيه تليفون في البيت عشان واحد يتواصل تشوف هنه هذه نعمة وجود هذه التكنولوجيا الآن أن الجد يقدر يتواصل مع أحفاده العيال يتواصلون مع أهلهم حتى لو كانوا بنفس البلد لكن كل واحد في بيت مفيدة كانت والله أنا أقول الإنسان اللي عنده وعي يبعد نظر دائما يحلل هذه الأشياء عشان لا يضيع يعني طالما في وسائل الإعلام رسمية و صادقة أتبعها ما يعني ألتفت إلى ما يقال و كانت يقولون مثل ما قلنا لا نبي الإنسان أن يكون دائما متتبع الحياة الصحيحة خاصة و أن هذا الحدث اللي حصله و جائحة كورونا مؤلمة جدا يعني مثل ما قلنا في بدايتها صار في البلد صار في العالم تشوفت ماذا صار فيها المقيمين هنا في الكويت في المدارس و في المناطق العالم صارت في طياع ولكن الله الحمد بعد يعني الانتباه و الوعي بدأنا الحمد لله نعود إلى وضعنا الطبيعي و مثل ما الآن نشوفه كثير الحمد لله تغير الوضع من قبل أربع خمس شهور إلى الآن نشوف الفرق كثير الحمد لله وسائل الإعلام الموجودة الرسمية التواصل الاجتماعي الصادق الحمد لله مثل ما قلت لك يعني كان في مجموعة الناس كانت بتخوفها كل شيء يجيك جديد ما تعرفه تخاف منه ولكن مع مرور الوقت تتأقلموا إياه و يتبدأ الصورة واضحة فالآن الله الحمد لله وضعت الصورة و بدأ إن شاء الله هذا الشيء تلاشى و نعود كما كنا سابقا إن شاء الله قبل أختموا إياك سيدة حسين إذا أرحب توجه النصيحة أو كلمة للناس نحن دائما نقول حق الناس خليك مصدر للمعلومة اللي فيها خير وفيها طمأنينة وفيها إيجابية لا تكون سبب في أن أنت تنشر الهلع في ناس تأخذ الموضوع أنه خبر عادي خلى أنشره بس وهم ما يدري اللي تلقى هذا الخبر ممكن هذا الخبر يسبب له أزمة قلق ولا هلع ولا خوف فاليوم نحن نوجه رسالة للناس أنه قبل لا تنشر خبر أو قبل لا أن تكون مصدر للخبر لازم تتأكد منه والله أنا أأيد الكلام تقولين هذه الأشياء فعلا وجهت نظر سليمة أنه أنا أتبع الشيء الصحيح عشان لا أصير في ضياع وأضيع أيضا ناس قد تكون مرتبطة فيني اللي والأصدقاء الأهل أنا أنقل الخبر الصحيح من مصدره أتبع الحقيقة يعني مهما كانت الحقيقة بعيدة أوصل لها بس أأتي به فائدة لي وليلي حوالي فأقول أنا الإنسان طالما الله سبحانه وتعالى أعطى وعي وإدراك لا يضيع نفسه ويضيع الآخرين ولا يضيع نفسه هو تحت طائرة القانون خاصة أنه القانون يشدد على الشئة هذه اللي قاعد سبب بلبلة والسبب إزعاج للآخرين فإذا عشان لا أقع تعتطائرة القانون ولا أضيع اللي حوالي أكون أفكر وكون عندي بعد نظر ونظرة لهذا الشيء اللي جاي شرفتنا اليوم في وجودك معنا استمتعنا جدا معك ونتمنى فعلا أن الناس يكون عندها هذا الوعي الكافي ودائما يشوف الخبر الصحيح ويأخذ من المصادر الرسمية لأن هذه مسؤولية علينا كلنا بعيد غير عن القانون ممكن يحاسبك لنشر الإشاعة أيضا كن أنت مسؤول اتجاه هذه المعلومة التي تصلك يعني أنك توقفها عندك وتتأكد أو شيء من صحة قبل أن تنشرها أو يفضل أن أنت تكون شخص إيجابي ومحايد ولا تنشر شيء شكرا لك العلامي والمستشار حسين ملة علي على وجودك معنا شرفنا فيك اليوم وأنا سعيد جدا بأن أكون في هذه القناة ومع مشاهدي قناة المجلس وحضرتك أستاذنا روان وتحية تقدير من خلف الكواليسهم ليعملون ويوصلوا هذه الصورة للمشاهد لأن يستهلون خاصة المصورين والفنيين كل الموجود كل الكادر في البرنامج أشكرا من مقدمين ومعدين لكم تحية تقدير وشكرا لكم وإن شاء الله تكون هذه المقابلة أيضا فيها شيء مفيد إن شاء الله ويكون لنا لقاءات في أيام تكون فيها كلها الصحة والعافية وإن شاء الله نلتقي فيك بعيد عن أزمة كورونا والأحوال تكون أفضل وأحسن وإن شاء الله يكون أجمل وأفضل كل شكر لك على وجودك معنا سيدا تحية لكم جميعا شكرا لك مشاهدين أخلكم معنا لنزال في كويت اليوم وفي آخر لقاء لحلقتنا لهذا اليوم فأخلكم معنا لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر